اشتركوا في القناة ومن يعطيه احدا من انبيائه عليهم جميعا الصلاة والسلام منذ ان كان في بطن امه عليها السلام مرورا بمهده وفي رفعه الى السماء ونزوله الى الارض فقد مكنه الله عز وجل من ايات عظيمة منها احياء الموتى باذن الله وشفاء المرضى باذن الله وجعله تعالى من غير اب يذكر فقد ولد دون ان يمس امه اي بشر لم يمته الله عز وجل حتى الان بل رفعه اليه جل جلاله حيا وهو من علامات الساعة ومن علامات الساعة الكبرى ان ينزل مرة اخرى الى الارض ليقود المسلمين الموحدين في معركة نهاية العالم وليقتل الله عز وجل به المسيح الدجال ويحطم الصليب ويكسره ويقتل الخنزير ويضع الجزية وينصر الله عز وجل به الاسلام والمسلمين والموحدين لتكون بذلك بداية نهاية الحياة الدنيا حديثنا اليوم ان شاء الله عن روح الله عيسى بن مريم عليه السلام تابعونا مشاهدين الكرام ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ان شاء الله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الميلاد الى الوفاة بدأت معجزة نبي الله عيسى عليه السلام مع ولادته بل مع حمل والدته به فقد حملت به امه مريم العذراء عليها السلام دون ان يمسها اي بشر بدأت القصة مع اقامة مريم العذراء عليها السلام في محرابها للتعبد والزهد والبعد عن كل مغريات الحياة الدنيا وكانت رضي الله عنها اذا حاضت ذهبت الى بيت خالتها حتى تطهر ثم تعود الى المسجد لتتم عبادتها وفي احد الايام لم تذهب مريم عليه السلام الى بيت خالتها وذهبت الى مكان بعيد باتجاه شرق الدار للاغتسال فوضعت ساترا واغتسلت وما ان انتهت وارتدت ملابسها حتى اتاها جبريل عليه السلام على هيئة رجل سوي الخلقة لكي لا تفزع منه ولكي تستطيع مخاطبته وعندما رأت مريم بنت عمران رضي الله عنها جبريل عليه السلام فزعت منه واخذت تذكره بالله عز وجل وان يتقيه لترد شره عنها فهدأ الملاك المرسل من الله عز وجل من روعها واخبرها انه ملك من عند الله عز وجل وانه لا يريد بها شره وبشرها بانها سترزق بغلام ذكر له شأن عظيم وان حمله وولادته ستكون من غير زواج وهذا الغلام اسمه المسيح عيسى وينسب لأمه مريم عليهم السلام قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين عندما نبأت الملائكة وتحديدا جبريل عليه السلام بأمر من الله عز وجل عندما نبأ مريم عليها السلام بأنها سترزق ولدا دون زواج بدأت مريم عليها السلام تفكر في نفسها كيف لها أن ترزق بغلام من غير زواج وما هو موقفها أمام قومها الذين لا شك سيتهمونها في شرفها كل هذه الأسئلة كانت أكثر ما يقلق السيدة مريم عليها السلام لكنها استسلمت في النهاية لأمر الله عز وجل وانصاعت لأمره واعتزلت الناس واتخذت مكانا بعيدا تنتظر به أمر الله عز وجل الذي قدره عليها كان ذلك بعد نفخ الملك جبريل عليه السلام في جيب قميصها ليصل رحمها وتحمل بعيسى بإذن ربها ويكون آية خالدة للعالمين قال الله تبارك وتعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين وعندما بدأت تشعر السيدة مريم عليها السلام بآلام المخاض استندت إلى جذع نخلة وفي الحال لمع في ذهنها من جديد اللوم الناس لها واتهامها في عفتها وشرفها وعرضها وأمانتها ودينها فقالت مريم يا ليتني ميت قبل هذه الحال ليتني كنت نسيا منسية وضعت مريم بنت عمران رضي الله عنها طفلها عيسى عليه السلام فأتاها صوت ملائكي من تحتها في أحد الأقوال ليخبرها أن لا تحزن وأن تأكل من الرطب وأن تشرب من النهر لتقر عينيها كما أمرت بالامتناع عن الكلام مع الناس نذرا لله عز وجل لكي يترك الأمر لابنها عيسى بن مريم بالرد عليهم كي يمنع الحرج عن أمه وتتحقق المعجزة والآية الباهرة فذهبت مريم بنت عمران عليها السلام إلى قومها مع ابنها المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام فانهال عليها قومها باللوم والعتاب فبدأوا يتكلمون بأن ما جاءت به مريم لا يوافق العقل ولا الدين فكيف يكون مولود بلا أب وليشعر مريم عليها السلام بالذنب ذكروها بالصالحين من أهلها وبأنها من سلالة الأنبياء إلا أن العذراء عليها السلام لم تنطق بحرف واحد فقد نذرت عدم الكلام وكل ما فعلته هي أنها أشارت إلى طفلها الرضيع الوليد في حضنها فتكلم عيسى عليه السلام بأمر من الله عز وجل القدير تكلم في مهده ليندهش الجميع وليستمعوا إلى عيسى الرضيع كلمة الله عز وجل وهو الذي أخبرهم أنه عبد من عباد الله عز وجل آتاه الله النبوة وجعله مباركا أينما كان وأوصاه بالصلاة والزكاة وبر والدته ولم يجعله جبارا وإن السلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن الشيطان مس كل مولود عند مولده إلا عيسى بن مريم وأمه عليهم السلام وهي فضيلة وكرامة أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا من نخسة الشيطان إلا ابن مريم وأمه ووصف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم عيسى بن مريم عليه السلام بأنه مربوع القامة أي ليس بالطويل ولا بالقصير ولون بشرته عليه السلام تميل إلى الحمرة وهو عريض الصدر وسبط الشعر أي مسترسل الشعر كأن رأسه يقطر ولم يصبه بلل عليه الصلاة والسلام وكبر عيسى بن مريم عليه السلام وبعثه الله عز وجل في قومه وكانت رسالته عليه السلام امتدادا لرسالة كريم الله موسى عليه السلام موجهة إلى بني إسرائيل خاصة ولم تتحول العالمية إلا في وقت متأخر على يد الإمبراطور قستانطين وبولس وجاءت رسالته عليه السلام تحمل مبادئ التوحيد ورفض الشرك قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وقد ذكر رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله عيسى عليه السلام في الكثير من الأحاديث التي تؤكد مكانة عيسى عليه السلام قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى الأنبياء أبناء علات وليس بيني وبين عيسى نبي وأولاد العلات هم الأخوة لأب من أمهات شتى ومعنى الحديث أن أصل إيمان محمد بن عبد الله وعيسى بن مريم واحد وشرائعهم مختلفة على محمد وعيسى وموسى وإبراهيم ونوح وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وهذا الحديث من أجمع الأحاديث المجتملة على العقائد والتوحيد اللهم إنا نشهد لك بها كلها فقد كان عيسى بن مريم عليه السلام موحدا لله تبارك وتعالى على دين الإسلام وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين لم يدع عيسى بن مريم عليه السلام الألوهية قط بل اعترف بعبوديته لله تبارك وتعالى ودعا بني إسرائيل كلهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كانت هذه كلماته عليه الصلاة والسلام وما كان عيسى إلا كباقي الرسل صاحب رسالة وعليه إبلاغها شأنه شأن الرسل ودعا عيسى عليه السلام قومه إلى الإيمان بالكتب السماوية التي سبقته وبشر قومه بنبوة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده عندما بدأ نبي الله وعبده عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام دعوة قومه إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وعرض عليهم المعجزات الباهرات التي آتاه الله عز وجل إياها كأن حالهم هو الإعراض عنه والكفر بما دعاهم إليه كعادة بني إسرائيل مع كل الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم وآمن مع عيسى عليه السلام قلة قليلة من الناس رغم كل الآيات والمعجزات الباهرات البينات وقد أخبر الله تعالى أن نتيجة دعوة عيسى عليه السلام هو إيمان طائفة قليلة من بني إسرائيل وكفر الطائفة وكان نبي الله عيسى عليه السلام من أكثر أنبياء ورسل الله عز وجل تأييدا بالمعجزات والآيات من قبل الله سبحانه وتعالى في رحلته ونبوته ودعوته لقومه من بني إسرائيل فقد أيد الله عز وجل نبيه عيسى بن مريم بعدد من المعجزات مثل إبراء الأكمه والأبرص والنفخ في الطين كهيئة طير فيصبح طيرا بإذن الله تعالى وإحياء الموت والإخبار بما يدخر الناس في البيوت بإذن الله قال الله عز وجل مخبرا لنا بما قاله عيسى عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وقد كان من معجزاته عليه السلام مائدة أنزلها الله عز وجل له من السماء بعدما طلب قومه دليلا من الله تعالى على صدقه فطلبوا منه أن ينزل الله تعالى عليهم مائدة من السماء عليها طعام لا ينفد تكون بمثابة عيد لهم فيتعبدون كما يتعبد باقي الناس في أعيادهم فأخبرهم عيسى بن مريم عليه السلام أنه سيدعو الله عز وجل بذلك بشرط أن لا يخبئوا منها ويدخروا ولا يخونوا ولا يرفعوا فإنهم إن فعلوا ذلك فإن الله تعالى سيعذبهم أشد عذاب لن يعذبه لأحد من الناس غيرهم قال الله تبارك وتعالى قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين فلما سأل عيسى بن مريم عليه السلام ربه الله عز وجل أن ينزل على قومه مائدة أعطاه الله تعالى مسألته وأنزلها عليهم وكانت مائدة طعام كبيرة تنزل عليهم من السماء أينما نزلوا وحي ثم ارتحلوا وقبل أن ينتهي اليوم الذي أنزلت فيه المائدة إذا بهم قد بدأوا في فعل ما حذرهم منه عيسى بن مريم عليه السلام أخذوا يدخرون منها ويخبئون ويرفعون منها طعاما ليومهم التالي وجحدوا بعيسى عليه السلام وبالآيات التي جاءهم بها وخالفوا الأوامر التي أمرهم بها واستمروا على كفرهم وعنادهم فمسخهم الله تعالى قرادة وخنازير فكل هذه المعجزات والآيات الباهرات البينات لم تكن أسبابا كافية لبني إسرائيل للإيمان والرجوع إلى الله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله تصوروا بعد هذا كله كفر بني إسرائيل برسالة عيسى بن مريم عليه السلام إلا قليلا منهم ولم يقف ذلك الكفر عند حد الإنكار وحسبه وإنما حاول قومه قتله وصلبه عليه السلام إلا أن الله تعالى حفظ نبيه فهو الذي ينصر أنبياءه وأولياءه إذ صور الله عز وجل شخصا آخر في صورة عيسى عليه السلام فقاموا بصلبه وقتله ورفع عليه السلام إلى السماء حيا وقد كان عمره وقت الرفع إلى السماء ثلاثا وثلاثين سنة أو أربعا وثلاثين سنة وقيل إن الذي صلب بدلا من نبي الله عيسى عليه السلام هو رجل من قوم نبي الله كان قد خانه واتفق مع جنود من الرومان لقتل عيسى عليه السلام قيل إن اسمه يهوذ الإسخر يوطيه وقد أخبرنا رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام سوف ينزل إلى الأرض في آخر الزمان وسيكون نزوله من علامات الساعة الكبرى وسينصر الله عز وجل به الإسلام ويقتل الخنزير ويقتل المسيح الدجال ويكسر الصليب ويضع الجزية فلا يقبلها إسلاما وتوحيدا وإلا القتل ويعطل الملل كلها فلا يقبل إلا الإسلام ويقع الأمن والأمان في الأرض في عهده حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله عز وجل له أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه على عيسى بن مريم الصلاة والسلام وعلى نبينا وحبيبنا الصلاة والسلام وعلى جميع إخوانهما من الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ورزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين